الحياة أنه يعني دلوقتي لا صوت يعلو على صوت المباراة ومباراة إياب نهائي دوري أبطال أوروبا أفريقي عفوا ما بين الأهلي والوداد يعني مباراة الذهاب النتيجة الحقيقة كانت هدفين للنادي أهلي مقابل هدف لصالح الوداد ومباراة يمكن كانت ممكن تشهد أهدف أخرى لكن فرص ضائعة كتير للنادي الأهلي ويعني خلينا نتكلمش في اللي فات ونتكلم في اللي جاي وجدل كبير كان حاصل على قرارات التحكيم وشفنا اللي كان حاصل وأن السوشال ميديا تأثرت بشكل كبير لكن احنا عايزين نتطمن على الأهلي في المغرب ونشوف النهائي اللي يلعب يوم الحد في الدار البيضاء دلوقتي معانا على التليفون أستاذ محمد جمال الناقد الرياضي مساء الخير عليك ويعني لو تنقلنا آخر الاستعدادات للنادي الأهلي في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي الخير على حضراتك طبعا وأكيد مباراة زي ما حضراتك والتي مباراة صعبة جدا مباراة مهمة مباراة نهائية دوري أبطال أفريقيا الأهلي بتواجد للمباراة نهائية للمورة الرابعة على التوالي كان إنجاز كبير جدا جدا للكرة المصرية والنادي الأهلي كان إنجاز كان حقاها قبل كده نادي الأهلي زي ما نقدر نقول ده من نادي الأهلي حتى يعني بيحاول يقصر أرقام هو قبل كده حقاها بوصل بألفين وخمسة لألفين وثمانية بس كان مشرت خير أنه كان كسب خمسة أو ستة وخسرت سمعة أو فاس بثمانية برضو السنة دي يمكن قالي كان فاس بـ 20 و 21 وخسرت 22 ودام للوداد والسنة دي 2023 يمكن بتيجي المباراة صعبتها لمباراة الزهاب كنا بنأمل أن نادي الأهلي ما يدخلش مرموعة هداف ويمكن كانت نتيجة ماشية وصالحنا بهدفين وكنا كمان نقدر نسجل الهدف الثالث أو الرابع كمان لأنه كانت حالة لابتي ما ده الأهلي كان مميزة جدا ولكن شاء قدر أن الوداد يسجل هدف طبعا والجمهور كان شكله يفرح يا أستاذ محمد في المباراة جدا جدا بصراحة كانت الجماهير بشكل كويس جدا نادل ألي جميل جدا في المباراة كان أداءه مميز جدا الفنيا من مرسل كولور كان دارس الوداد بشكل كويس ولكن متقدر يتعامل كمان مع الظروف وظل إصابة محمد الشبناوي كان مصطفى شبيري حارس الشهر على ذكر الشبناوي هو هيلعب المباراة النهائية ولا لا آه إن شاء الله أساسي محمد الشبناوي أساسي في تشكيل النادي الآلي وهقولك التشكيل كالحايدة ولكن يظل مباراة يمكن أنا ما شوف دايما أن حتى هدف الوداد ده إيجابي صالح النادي الآلي لأنه يخليه دايما داخل برضو المباراة عنده تركيز إحنا بنحاول نشوفه إيجابي لكن يعني إن شاء الله يعني يكون داخلين عندهم حماس إنهم يحرزوا هدف منه صحيح هو زود التركيز أكتر كمان منك خلطي هنا 2-0 أو 3-0 مرايحة ممكن فكت شوية ممكن مع ضغطات المباراة في كل تكي هدف مبكر تقلب المباراة ولكن دلوقتي الأهل رايح اللقاء هو يعتبر متعادل يعني الفائل 2-1 يعني الوداد لو 1-0 يكسبب البطولة ولكن الأهل بيلعب على أن يسجل هدف في المغرب لأنه لو سجل هدف هناك في مرمى الوداد صعب العبور تماما على الفريق المغرب وشان برضا أقولك التشكيل اللي هتلاقي بإن شاء الله يوم الحد هيكون مش بعيد خالط عن تشكيل الزهب هيكون في حد المرمى هيكون موجود محمد الشنوي اللي أرجع تاني لحراسة مرمى والنادي الأهلي هيكون قدام محمد هاني في مركز زر الأيمن هيكون موجود ياسر إبراهيم محمد عبد المناء معالم علون في مركز زر الأيصر هيكون موجود السلاسي مروان عطية وديانج وحمدي فاتحي والثلاثة اللي قدام بيرستاو وكهربا حيثين الشحاد ده تشكيلة النادي الأهلي اللي يخد ده وبراط النهائي قدام الوداد يمكن الوداد داخل اللقاء وعنده إصابة قوية هو زهير المترجي وده لعب مميز فأكد عدم مشاركته لأنه لسه الحد يعني من ساعات كانوا بيتكلموا عن الإصابة لكن محدش عارف هيشارك ولا مش هيشارك لا هو مش هيشارك هيكون خلاص جايب عن مباراة النادي الأهلي وزهير هو اللي كان سبب في فوز الوداد الموسم الماضي على الأهلي هو أصلا كان لعب مباراة الذهب وهو أصلا كان مصاب الإصابة دي بزهب تتحامل على نفسه فأصلا مباراة صعبة النهاردة كان لعب في القاطع العالمية كان كله طبعا يتكلم على الجماهير الكبير اللي يكون من جانب لعب تنادي الوداد ولكن في النادي الأهلي تكلمت في كلام أنا بشوفه منطقي جدا أنه طبيعي جدا يكون داقة دا دورة طالة أفريكا وحنا عندنا بعمل الكتابرات دلوقتي كلعابين في النادي الأهلي أنه ما بنتأثرش به حضور جماهير كبير لأنه شوفنا الموضوع ده وعشناه لمدة أربع سنين على التوالي وخالي مالك الجيل الحال ده أربع سنين واربعد موجود في الفاينال بجانب كمان 2017 و2018 كان في مجموعة كبيرة منه موجودة كمان في ظل ما النادي الأهلي وسل المباراة نهاية مرتين قدام التراجع والوداد واخترهم فلعب في النادي الأهلي موجودة حالية في لعبة منها كثير عاشت في تنهاء دور أفطال أفريكيا وده رقم كبير جدا 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 لأي نادي في أفريكيا إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي المصري يرجع إن شاء الله بلقب أفريكيا نحن نشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد جمال الناخد الرياضي شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا